ما بعد طوفان الأقصى هو بالتأكيد يختلف كثيراً عن ما قبل طوفان الأقصى الشواهد كثيرة عن الجديد أبرز الشواهد الجديدة في هذا الموضوع تتصل بأن عمر الكيان الصيوني في عدواناته السابقة كانت جغرافيته خارج نطاق المواجهة فأصبحت بعد طوفان الأقصى المواجهة ضمن إطار جغرافية هذا الكيان سواء في المناطق المحتلة وفي المناطق يعني أقصد ما بعد 48 وما في مناطق 48 هذا يعني بأن هناك مؤشر لتأكل الرجع عند الكيان الصيوني لذلك الآن هناك شعور وإحساس في نفس الوقت داخل الكيان حتى من قبل حكومة هذا الكيان إحساس بأن المواجهة الآن هي مواجهة وجودية يعني في كل الحروب كانت داخل المحتل كان يشعر بالقلق الآن تجاوز وتخطى دائرة القلق ليدخل إلى دائرة الخوف ترجمة نانسي قنقر